احتفاءً باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مركز المنامة لمصادر المعرفة بعد إعادة تأهيله قام سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بجولة في مركز المنامة لمصادر المعرفة الذي يضم أكثر من 11 ألف كتاب في جميع المجالات من بينها أكثر من 3000 من الكتب النادرة التي يصل عمرها إلى 300 عام فضلا عن رسائل الجامعية والمناهج الدراسية والمراجع والمؤلفات البحرينية مع تخصيص ركن لأهم الإحصائيات الوطنية وتوفير عدد من الخدمات المعرفية الإلكترونية بهذه المناسبة الثقافية المهمة نحن في وزارة التربية والتعليم نتطلع دائما إلى الاستفادة من كافة مصادر المعرفة لإثراء الساحة التعليمية وبالشكل الذي يسهم أيضا في التواصل مع الباحثين وغيرهم من الأخوة الذين يرتادوا هذه المراكز لأننا نعتقد أن المعرفة دائما في تطور استمر وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم لتحديث المنظومات الخاصة بهذا المجال واليوم أيضا عندما نستخدم الوسائل الرقمية هذا يأتي من ضم جهود الوزارة في تعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني ومتابعة كل ما هو جديد على الساحة العلمية وبهذه المناسبة أكد الوزير أنه في ضوء اهتمام قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير القدرات الوطنية وبناء مجتمع المعرفة جاءت خطوة الوزارة بتجديد هذا المركز ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات العلمية والثقافية والبحثية المقدمة للجمهور في مراكز مصادر المعرفة العامة الموزعة على محافظات المملكة والبالغ عددها تسعة مراكز تضم حوالي 186 ألف كتاب في جميع المجالات بما فيها الكتب الرقمية وتنفذ العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة من جانب آخر دشن الوزير مكتبة الوزارة الإلكترونية للرسائل الجامعية ليبدأ الجمهور في الاستفادة من خدماتها عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت وأكد أن هذه المكتبة ستتيح للباحثين والمهتمين الحصول على نسخ رقمية لعدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه باللغتين العربية والانجليزية مع مراعاة حقوق النشر وذلك في سياق اهتمام الوزارة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة الحقل العلمي والمعرفي في مملكة البحرين يذكر أن الوزارة توفر خدمة البحث وحجز الكتب المتوفرة في مراكز مصادر المعرفة على بوابة الحكومة الإلكترونية وعلى موقع الوزارة وهي الجهة الوحيدة في المملكة التي توفر مثل هذه الخدمة الإلكترونية كما تمكنت من إدخال قائمة لجميع هذه الكتب في الفهرس العربي الموحد لتكون لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوى المملكة كما تواصل الوزارة تطوير وتحديث برنامج الإثباء المكتبات العربية للخدمات الفنية في الإدارة والبحث والإعارة في مراكز مصادر المعرفة كما يزور هذه المراكز العديد من طلبات رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة حيث شهد العام الماضي تنظيم 86 زيارة مدرسية استفاد منها 1830 طالبا وطالبة